أهلا من كل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي والفخرة دي هنتكلم من خلالها عن موضوع أعتقد أنه يهم ناس كتير جدا في ناس كتير بتعاني من الوزن الزايد ومن السمنة واللي بتوصل في بعض الأحيان إلى السمنة المفرطة فطبعا بيضطروا أن هم يلجأوا لنظم غذائية مختلفة البعض منهم بيعاني لما بيبتدي يمشي على نظام دايت معين من عواقب لهذا الدايت فيه ناس بتشتكي من تساقط الشعر فيه سيدات بيشتكوا من موضوع الأظافر حاجات زي كده فعايزين نعرف بقى إيه الطريقة المطلقة الطريقة الصحية وكلمة صحية دي نحط تحتها سالة أربعة يعني خطوط عشان الواحد يقدر يفقد وزن وفي نفس الوقت يكون صحته تمام ويكون ليقته تمام وميكونش حتى حاسس أنه حارم نفسه من أي شيء ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة دينة عبو السعود اللي من ورانا في حلقتنا النهاردة صباح الخير ازاكي كريم كله تمام كله تمام الحمد لله الحمد لله هاجس الفقدان الوزن الموجود عند ناس كتير اللي عنده إرادة بيقدر يدخل في النظام غذائي ويمشي زي ما الكتاب بيقول واللي ما عندوش قوي بيقام الكعبل في الحكاية دي في كل الأحوال لطيف جدا أن إحنا لما نخسر وزن أو نخس بشكل صحي صحي فكلمة صحي دي تتحقق إزاي؟ طبعا لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا تعرف أن السمنة لها أضرار رهيبة يعني أي مرض نفسي أو معظم الأمراض النفسية بتبقى نتيجة السمنة أي مرض عضوي بيبقى أحيانا أساسها السمنة عشان كده بنقول لازم طول الوقت يبقى جسمنا كويس ومعندناش دهون كتير لأن لو الجسم بقى فيه دهون متراكمة كتير وبدأنا دخلنا في سمنة من فتح نخش في مشاكل في القلب مشاكل في الضغط مشاكل في السكر والكوليسترول والعظم والضهر والمفاصل كل الحاجات دي بيبقى نتيجة السمنة فلازم كلنا نعرف أن الموضوع مش بس عايزين نخس عشان يبقى شكلنا حلو في اللبس لا نخس عشان طول ما احنا عايشين وربنا بدينا عمر نعيش بصحة ده مهم جدا موضوع أن أنا أخس بشكل صحي بتلاقي ناس كتير عايزة تخس فبتحرم نفسها من الأكل بطريقة يعني بيقللوا جدا السعرات الحرارية بيأخدوها وبيقعدوا فترة طويلة جدا خايفين يأكلوا حارمين نفسهم من أكلات كتيرة جدا فده هيعمل مشكلة كبيرة مشكلة في الصحة لأن جسمي محتاج فيتامينات محتاج جدا بروتين عشان أخس لازم أزود كمية البروتين اللي عندي يعني لازم أكل بروتين لأن البروتين هو اللي بيعمل لي العضل هو اللي بيكون لي العضل طول ما العضل عندي عالي أنا جسمي بيحرق أكتر ومش بقول أن أنا كل يوم أكل فراخ ولحمة وأسماك عندنا بروتينات نباتية والبيض مثلا حلو قوي ده طبعا بروتين حيواني بس يعني البيض لو سحيت الصبح أفطرت بطين أشيل صفار واحدة وأكل 3 بيضات حلو جدا من البروتينات النباتية ممكن أقول البقليات العتس الحموس الفول كل الحاجات دي بروتينات فلازم أزود في الأكل بتاعي بتاعي التفصيلة دي 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 ممكن تبقى في ناس بتصبحها للمرة الأولى البعض منهم على الآن لأن في ناس ممكن تبقى فاهمة بالغلط أنه عشان نفقد وزن من ضمن الحاجات اللي لازم نقللها جدا البروتين فقط لأنني أريد أن أفقد الدهون وليس أريد أن أفقد العضلات مش حلو أن أخس وجسمي يبتدي يرهرط مثلا مش حلو أن أخس وألاقي ما عنديش شعر شعري ده بروتين لو أنا مكلتش بروتين بالقدر الكافي شعري أول حاجة هيقع فلازم مع الأكل يبقى فيه بروتين لازم أقل للسترس طيب اللي أنا أعرف أن المنتج اللي إحنا بصدد الحديث عنه اللي هو بيستا بيستا بيجي معه كمان كم مكمل طبعا يعني اللي هو الالب مالتي بيت صح كده؟ طبعا ما هو بيستا والب مالتي بيت اللي اتنين يعني لو هتكلم على بيستا ناس كتير تقولك طب إزاي نعرف نخس من غير ما نحرم نفسنا من حاجة إحنا هنتجنب السكريات مش معنى أن أنا هقول أن أنا هستخدم بيستا أخد السكريات عمال على بطال لا لكن أقدر أن أنا بدل مثلا على الغدى طبق بيبقى قد كده باكله كله لما هاخد منتج بيستا أعتقد كمان ممكن تكون صورته ظاهرة على الشاشة هي الشاشة قدامي بس اللي مش مفتوحة لا هي ظاهرة فعلا لما هاخد منتج بيستا بيستا عبارة عن ألياف والحقيقة شركة بايو ناتشرال كل المنتجات اللي هي بتصنحها منتجات طبعية ومرخصة سواء من وزارة الصحة أو مرخصة من هيئة سلامة الغذاء فلو هبدأ بيستا مهم قوي عشان أخذ ألياف طبعا ألبا مولتي فيت هتكلم عليه في آخر الحلقة أننا نعوض الفيتامينات إزاي بس مهم جدا أننا أخذ ألياف أكلي الألياف دي اللي بتنفش وبتعمل حيز كبير في المعدة فبدل ما بلاقي نفسي باكل كل الطبع ده باكل ربعه ولما أجي أخذ بيستا هاخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة على كباية مية كبيرة أولا أنا هعتبره عصير لأن هو طعمه بطعم الطفاح طبعا الشاشة ظهرالي دلوقتي بيستا نغني بالألياف الألياف اللي جواه ردة الأمح كشور السليم والشوفان فأول ما باخد بيستا بيتحكم لي في الشراهة بتاعتي وبيتحكم في معدل الشبع مش حلو أن أنا آكل وبعدها بساعتين أحس أن أنا جعانا فأكل تاني وبعدها بساعتين أحس لا بيستا بيتحكم لي في معدل الشبع لأن ردة الأمح بتقعد فترة أنها تتهدم هو مش المفروض أن الإحساس بالشبع من عدمه ده بيبقى لي علاقة بأن أنت تخض بمكان معين في المخ في الهرمونز آه طبعا أكيد ده اللي بيعمله بقى بيستا لا بيستا ما بيشتغلش على المخ لا في أدوية تانية بتشتغل بتخاطب المخ لا أنا كنت معتقد بالغلط أن فكرة التحكم في الشهية معناها على طول التعامل مع النقطة لا 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 التحكم في الشهية كمان بالنسبة يعني مثلا الناس اللي بتعمل تكميم بيقصوا تلات تربع المعدة فخلاص المعدة الحيز بتاعها ما باجي أكل معلقتين كده خلاص أحس بالامتلاء بالزبط بحس بالامتلاء بيستا بيعمل ده بلس أن بيستا دخله فيتامين سي الحارق للدهون المخزنة أنا عايزة خس يبقى هقلل السعرات الحرارية لأنا بقولها بس ما قللهاش قوي يعني المفهود إن أنا أخد لو هاخد في اليوم 2700 سعر حراري يعني فيه ناس بتعمل دايت يقولك أخد في اليوم 500 سعر حراري بس ده خطأ عايزة أقلل السعرات الحرارية من 2700 لألف تدريجيا طيب كمان داخل بيستا الكويس جدا الكروميوم عشان كده بقول مريض السكر كويس إن هو ياخد بيستا معاه لأن الكروميوم بيزبط لي معدل السكر لا يتعرض إطلاقا مع الأدوية اللي بياخدها حتى لو بياخد إنسولين لو بياخد إنسولين طبعا وعايز أقولك الكروميوم بيزود حساسية الإنسولين وبيزبط لي معدل الكوليسترول في الدم وطبعا بيستا مرخص من وزارة الصحة المصرية موجود في الصيدليات اللي عايزة اشتري من الصيدلية أو من خلال الشركة البياناتشرال اللي أرقامها ظهر على الشاشة وعندنا أخصائيين تغذية بيقدروا يتابعوا الحالة كل أسبوع يشوفوا يخصوا قد إيه بالمجان كمان عظيم طيب تعالي بقى نشوف نموذك حي للي احنا بنتكلم فيه فكرة إن يعني الواحد يستخدم هذا المنتب ويشوف هيحصل إيه بناء على استخدامه بانتظام وطبقا للإرشادات معنا الأستاذ إبراهيم هنتعرف عليه من خلال التقرير ده وتشوف إيه قصته وإن اللي حصل مع اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي سعادتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخصه كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا باستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكيني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا طيب سيد إبراهيم كانت تجربتو أنا عايز أسألك برضو لدينا على تفصيلة ليها علاقة بفكرة استجابة جسم البني آدم لبيستا مثلا هل بتختلف من شخص الشخص يعني لو أنا دلوقتي مثلا بعاني من السمنة وشخص تاني بيعاني من السمنة وخدنا إحنا الاتنين نفس المنتج بنفس الإرشادات بنفس المعدل بكل حاجات هل هنفقد نفس الوزن إحنا الاتنين ولا ملهاش علاقة بقا هي دي هنفقد وزن لا بتعتمد الأوفر ويت قد إيه يعني ناس استخدمت بيستا كانوا أوفر ويت قوي يعني 90 كيلو فمن أول شعر بيفقدوا كتير الأوفر ويت مش قوي فقدانه بيبقى أبطع شوية طب اللي بيفقد كتير ده ما بيفقدش معها معادن وحاجات كده طبعا بيفقد عشان احنا عشان كده عاملين البالانس عاملين كورس البيستا شركة بايو ناتشرل كمان أنتجت مالتي فيتامين عشان الكورس يتاخد مع بعض المالتي فيتامين اسمه ELP مالتي فيت أو ألب مالتي فيت داخله 13 عنصر من المعادن والفيتامينات المهمة يوميا للجسم وعلى فكرة ألب مالتي فيت للي عايز يخص واللي كمان مش عايز يخص لأن ألب مالتي فيت مهم جدا للمناعة فيتامين به العيلة كاملة موجودة داخل ألب مالتي فيت عشان نحمي من تساقط الشعر لو عملنا دايت يمكن البيوتين دا أشهر فيتامين للشعر الحقيقة الشعر محتاج كل فيتامين به مش بس البيوتين محتاج الفوليك أس لأنه هو اللي بيدعم لكلات الدم الحمراء محتاج الكوبالامين لأنه بيدعم لكلات الدم الحمراء داخل ألب مالتي فيت عندي فيتامين سي المهم جدا لنظارة البشرة أنا عايز أخص ووشي ما يبانش عليه التعب عايز أشوف نظارة دا اللي بيحققوا فيتامين سي اللي داخل ألب مالتي فيت وكمان عندي فيتامين إي المضاد للأكسادة وعندي الكالسيوم الكالسيوم مهم جدا لصحة العضب ولصحة العضلات أحيانا بيجي لنا كرامبس طبعا فالكرامبس بتبقى نتيجة آل مغنيسيوم كلنا عارفين وفيتامين دي كمان وفيتامين دي والكالسيوم ناس كتير مش عارفة أن الكرامبس أحيانا بيبقى فيه إمبالنس للكالسيوم في الدم فأنا عندي داخل ألبا مالتي فيت كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام عشان كده بقول ما عنديش مشكلة أتكلم على ألبا مالتي فيت ماليش علاقة بالفيتامينز التانية ألبا مالتي فيت ما عنديش مشكلة أننا أخذ منه قرص كل يوم لايف ستايل لأن التركيزات بتاعته الاحتياج اليومي ما بازتش عنه وطبعا داخل ألبا مالتي فيت الزنك الزنك مهم كل حاجة في الحياة مهم للمعدة مهم لعملية الهضم يمكن تساقط الشعر نتيجة عندي مشاكل كمان في عملية الهضم يعني لو أنا عندي مشكلة في المعدة عندي مشكلة في الأمعاء الفيتامينات اللي بيأخذها مش هيحصلها امتصاص فلو حسب أي مشكلة في الجهاز الهضمي لازم أجري على الدكتور اللي لازم أتعالج فورا ده شكل ألبا مالتي فيت طبعا ده شكل ألبا مالتي فيت بيرشرح لنا الصورة كل الفيتامينات والمعدل الموجودة داخل ألبا مالتي فيت صحتك في قرص واحد يوميا وبقرر أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء ملوش أي أعراض جنبية إطلاقا ألبا مالتي فيت بيتاخد قرص واحد بعد الفطار أو بعد الغداء بساعة بيستا بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة عشان لما أجي أكل ما أكلش كل الكميات بغضو بقى للغاية لما أوصل للوزن المثالي من وجهة نظري ووقف هل لازم أوقفه بالتدريج يعني إيه طريقة الاستخدام المثلة بعد ما نشوف أن فيه يعني إيه أهداف بتاتي تتحقق أو نخسر وزن فعلا لا هو مش محتاج أن أنا أوقفه بالتدريج هو مش زي أدوية أو الكورتزونات دي حاجات طبيعية مش محتاج أن أنا أوقفه بالتدريج الماكسما بتاعي تلتة كياس لو أنا يعني محتاج أوفر ويت قوي في ناس مش عايزة يعني ما بتبقاش أو البي ام اي أو البادي ماس أنديكس تلاتين سبعة وعشرين فمحتاجين اتنين ساشط في اليوم بس لو أنا بعد ما خلصت وخسيت ووصلت للوزن اللي أنا عايزة أنا محتاج ألعب رياضة الرياضة نسيت أقول أن الرياضة مهمة جدا مش بقول أن أنا أرفع أسقال بس أتمشى أمشي ده مهم جدا ألعب كارديو الكارديو مهم قوي لرفع حساسات الإنسولين لو أنا بقى بعد ما بخلص الكلام ده ممكن أاخد ساشط واحدة في اليوم للحفاظ على الوزن عشان ما أرجعش تاني المعدة اللي اتعودت على أنها تاخد يوميا قبل الوجبات ثلاث مرات في اليوم بيستا احنا قلنا أن من ضمن المكونات بتاعتها ألياف بالبلد كده بتنفش جوها المعدة فبتخلي الحايز المتبقي يدوب على قد ما علقتين تلاتة من أي حاجة وانس وصلنا للوزن اللي احنا عايزينه وتعالي نقول أن احنا وقفنا تماما بيستا هل المعدة بيحصل فيها يعني خلل ما نتيجة أنها بقالها فترة تلات تربع المساحة بتاعتها مليانة بالفعل لا 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 ما فيش دي دي ألياف طبيعية ما بيحصلش الكلام ده إطلاقا وبيستا آمن جدا 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 وكمان عايز أقولك بعد بعد ما أنا بعود نفسي على طريقة أكل معينة حتى لو وقفت بيستا مش هرجع زي الأول سواء خلي بالك أنا مش بكلم على كونه آمن ولا لا أنا بكلم على استجابة المعدة للتوقف على الاستخدام وبعد فترة من الاستخدام ما فيش أي مشكلة عادي لا لا عادي جدا وما يرجعش طب المساحة بتاعت المعدة رجعت زي الأول كلها بتوفر خلي بالك لا لو قعدت أنا فترة أعود معدتي على طريقة أكل معينة والحجم بتاع أكل الواحد شوية بعدين أنا لما بجي بخس وببص على نفسي في المراية يعني هيبقى ده هدف أن أنا مرجعش تاني للتخل هدف وأي حد بخس هيلاقي المود بتاعه أحسن سواء ستات أو رجالة المود أحسن الطاقة أحسن الإنتاج أحسن الثقة بالنفس أحسن كتير لو عندي ضغطي عالي شوية بدأ يتظبط لو عندي مشاكل سكري أو عالية حلي بالك مقاومة الأنسلين مهم لها جدا المشي لأن المشي والرياضة مثلا بيعليلي حسنة الأنسلين لو أنا عندي ضهري كان بيوجعني أو كده وكانت بطني كبيرة جدا أول ما البطني بتنزل ألام الضهر بتخف شوي والمفاصل والمفاصل والركب بتقدر تشيل الواحد فطبعا اللي بيخس وبيبص على نفسه ويقولك لا مش عايزة أرجع فهو من نفسه بيحافظ على النتيجة هل ممكن يبقى فيه أي أعارض جانبي غير مستحب في حال استخدامه لا 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 ما فيه بيعملش أي رفلكس مع مثلا نوعيات معينة من الأجسام أو حاجات زي كده لا 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 ما لوش أي رفلكس لأن حكيته كله فيتامين سي وألياف وكروميوم ما فيهوش أي حاجة تعمل ريفلكت أو حتى تتعارض مع أي دواء أي مريض بياخد دا كانت سؤالية تانية هالفكرة أنه ممكن يبقى حد عنده مرض مز من ما بياخد له أو بياخد مجابه أدوية بيش أي تعارضات لا لا يعني مريض السكر والضغط والقلب ما عنديش مشكلة أكيد الحامل مش هتعمل دايت مش هتاخده أكيد مريض الكلا والكبد أي حاجة بياخدوها لازم تبقى تحت استشار الطبيب لأن أي حاجة حتى الأكل اللي بناخده أو الشرب اللي بنشرابه إما بيتصرق يعني بيطلع عن طريق الكلا أو عن طريق الكبد برضو على ذكر السيدة الحامل في بعض الأحيان ممكن تبقى سيدة انتهت من عملية الوضع وبتقعد فترة منفوخة وحسن وزنها زايد وده ساعات بيضايقهم نفسي فهل ممكن في الفترة دي تحديدا اللي ممكن تبقى ممكن تبقى شاملة الرضاعة هل برضو في مشكلة في استخدام فيستا أو على الأقل ما يفضلش في المرحلة دي مثلا يعني أعتقد في مرحلة الرضاعة هي محتاجة ألبو مالتي فيت وفي الحامل محتاجة ألبو مالتي فيت وأكيد السيدة الحامل واللي بتردع تسأل حتى أي حاجة بتاخدها لازم تبقى مع الدكتور المتابع لها لحالتها يعني فأنا برشح له جدا أن وقت الحامل والرضاعة تاخد ألبو مالتي فيت ده المهم الفيتامينات والمعدن بعد ما بتخلص الولادة والرضاعة تبتدي تشوف لو عايزة تخس تبتدي تاخد بيستا تبتدي ترجع بقى تشوف يعني نفسها في كتير من الأطفال للأسف بيعانوا من السمنة المفرطة وتسأل يعني عنده مثلا ما كملش 15 سنة على بعض بكل نعكاسات هذا الأمر السلبية على حالته النفسية وعلى علاقته بالآخرين وكونوا عرضة للتنمر من الزملاء الرخمين وحاجات زي كده صح السن اللي ممكن من أوله قدي الأبن مثلا فيستا عشان يساعده في مسألة فقدان الوزن من سن 13 سنة يبتدي الولد أو البنت يستخدموه آمن جدا بنفس الجرعة اللي بياخدوها كبارة تلات مرات في اليوم قبل كل وجه ساشة كفاية قوي وطبعا يعني مسؤولية الأباء والأمهات أنهم ما يسيبوش الأطفالهم للسمنة ومفيش حاجة اسمها أكافئهم بكمية الكنديز اللي بتتاخد ولازم يلعبوا رياضة لأن الطفل عنده أنرجي عنده طاقة فبدل ما يطلحها في الكنديز يطلحها في حاجات إيجابية ومن ضمن الموروثات الاجتماعية التعييسة اللي بنعاني منها في بعض الأحيان فكرة أن البيبي الكالبوز ده شيء لطيف هو لطيف من زاوية بس من زاوية تانية ده مدمر للطفل مدمر للطفل ومدمر للطفل لما يكبر كمان يعني أي حاجة أنت دي نبتة صغيرة فلما بتغذيها غزاء صح هيكبر البنيانه صح وصحيته صح هتغذيه غزاء مش صح هيكبر متهالك صحيح فده ده مهم جداً لكن هو آمن جداً يستخدم من سن 13 سنة 14 سنة ما فيش أي مشكلة على القبل الوجبة الرئيسية بنص ساعة على كوباية مياه كبيرة وطعمه طفاح أصير طفاح يعني مش هحسن هو بياخد حاجة طعمها مور يعني بس ما يحطش عليه سكر يعني أو أي حد مش هنحط على بيستا سكر وقولها خس مش هحط أربع معلق عسل وندومه وندوم ونقولها خس لا طبع إحنا وقتنا خلص للأسف بس يعني ساعدنا جداً واستفدنا جداً كالعادة وإن شاء الله نشوفك على خير إن شاء الله وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن مطبعاتكم لينا إن شاء الله نبتخي على خير في حلقة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر